مشاهدون وتبيعات جمهورية اولاين اهلا بكم في لايف جديد النهاردة معنا طبعا الاساس ايادة والحجاج رئيس مجلس ادارة دارة تحليل الطبع والناشر براحب بحركة الاساس ايادة اهل المساء اخبار حرك ايه الحمد لله نجاحات كبيرة حققتها دارة التحليل الطبع والناشر فترة الماضية وكان ابرزهم في اخر احتفال عاملينه اسكر المساء رأي حرك ايه في اسكر المساء والنجاح في دورته الستين هذا العام الحمد لله لسناد الاسكر المساء ومنازمة مرور ستين عاما حقق نجاح منقطع النظير اشدت بيه جميع المواقع والصحف والقيادات اللي حضرت وده نتيجة جهد مشكور من اللجنة المنظمة اللي فيها زمينا الفاضل السيد عبدالنبي الشحات رئيس تحليل المساء والبوابة والكتاب الجمهورية والزميل الفاضل السيد محمد الدمرداش رئيس تحليل كورا الملاعب وعضاء اللجنة المنظمة من زمينا في الممهورية الونلاين وفي المساء وفي الكورا الملاعب كان مجهود كبير عشان يطلع الاوسكار بهذا النجاح السندي اه الحمد لله بالنسبة حركة لقواعد اختيار المكرمين بتتم بشكل عشوائي باستفتاء بلجنة بيبقى طرق اختيار المكرمين في اوسكار المساء بتلابنانا على ايه حضرتك؟ حضرتك فيه لجنة مختصة باختيار المكرمين اه قعد اللجنة دي قعدت حوالي شهرين اه وكانت بتتسم بالنزاوة الحيادية التامة وكانت بتاخد رأي الجماهير بتنزل الجماهير وتسأل والحمد لله السنة دي كان كل متفق ان جميع الاختيارات بتاعت المكرمين اللي فازوا الجوائز كانت وفقا بتدل او بتعكس نبض الشارع ورأي الشارع بنسبة 200% اه انا اسف ان انا اسألتها حراك وحراك رئيس مجلس الادارة اه احساس حراك سوئيل بيدور في او فيه ما يتردد من اشاعات باختيار اه افضل نادي على حساب نادي او اختيار افضل قناة على حساب قناة اه اه دي اشاعات بتتردد فكنت عاوز اسأل حراك عنها يعني لا يمكن دايما ان مؤسسة دار التحرير اه بتتميز بالمصداقية في جميع الاصدارات بتاعتها وبخاصة في اسقر المساة والمصداقية بتاعت اسقر المساة ما كانش فيه المصداقية ما كانش استمر لستين سنة اه احنا بنراعي جميع قواعد الشفافية والنزاهة وكانت باينة في الاختيارات بتاعتنا ان احنا اخترنا افضل العناصر اللي موجودة وفيه حتى الاتحادات اللي اتخذت كانت واخدها بطولات الناس اللي خدت ميداليات خدناها فكانش فيه اي شبهة او اه محسوبية في الاختيارات انا عارف ده انه وعرف ان كان فيه شفافية تمة في الموضوع وانا كنت من الحضرين وشفت المكرمين وكان التكريم عبارة عن افضل ناشئ افضل لاعب افضل مزيع ولكن ليس كان هناك افضل قناة ولا افضل نادي بس ده كان يتردد فكنت عاوزة اسأل حضرتك بس بخصوصه يعني مش اكتر لا اصلا فدل في النمازج اللي احنا حطناه عشان تتكرم وده احنا موظبين عليها على مدى ستين سنة ووسة نادي بالذات مفيش اصلا كان جايزة لا افضل نادي او رئيس نادي ولا جايزة لا افضل قناة ما كانش اصلا مطروحة فانا بتعجب من الكلام اللي تقال ان ناس فيه كان افضل قناة او افضل نادي او رئيس كلام ده اصلا مكانش موجود ولم يطرح اصلا الاستفتاد لم يطرح اصلا يعني مكانش موجود ولا حد خد جايزة بالمعلوم ولكن احنا كان التكريم عبارة عن تكريم افضل ناشئ افضل لاعب افضل مدير كورا كلها ما كانش تتطرق خالص لرئيس نادي ولا النادي ولا الكنوب عينها لا خالص يا فانا كنا حابين نوضح دوات ودايما في نجاح وفي تفوق وفي تقلق دار التحرير طبعا وحنا بنشكر حضرتك على المجهود اللي حرب تبزله في دار التحرير طبعا وانا بشكر حضرتك وانا ايها فرصة ان انا اشكر زملائي اللي عاملين في دار المؤسسة دار التحرير باصداراتها المتنوعة حوالي تلتلاف وتلتمية واحد فرضا فرضا بالعمال بكله لان النجاح ده مش بيتحقق الا بتضافر جوده كله فاحنا الحمد لله بنشاء لكلنا ككتيبة واحدة عايزين المؤسسة دي تبقى في افضل مكان لها وبرضا يعني دي فرصة ان انا دايما في اي ايفنت المؤسسة بتعمله من ساعة ما احنا تولينا مسئولية بيبقى عندنا متابعة واشراف تام من المهندس عب صادق الشرباجي رئيس الهيئة الوطنية الصحافة وكوادر للهيئة بيبقوا متابعينا في كل خطوة وده اللي بيكلل دايما اعمالنا الحمد لله بالنجاح فانا برضو بيحب ان انا نوجه الشكر للهيئة الوطنية الصحافة ورئيسها واعضاء وان شاء الله دايما في ناجح رئيسك متشاكل افن زي ما حركوا شاهدت واسمعتوا استاذ اياد ابو حجاج رئيس مجلس ادارة ادارة تحرير للطبع والنشر كان لازم يطلع ويرد على الشقيعات اللي بتتردد باختيار افضل قناة او افضل رئيس نادي او افضل نادي والاستاذ اياد وضح ان ليس كان مطروح اصلا لأفضل نادي والأفضل قناة والأفضل رئيس نادي الموضوع كله كان تكريم لأفضل ناشئ افضل مدير كرة افضل موزيع افضل لاعب ولكن ما كانش داخل الاستفتاء اصلا ولا كان داخل الاوسكار بشكل عام اي حاجة من موضوع افضل نادي او رئيس نادي انا بشكر حراك المرة تانية شكرا حراك شكرا مشاهدة وطبيعي الجمهورية اولاين